السلام عليكم كمين بكم كتمنى تكونوا باخر وعلى خير فرحانين نشطانين ضخمين وعرين غزالين ومتفائلين ومالبنات اليوم اجبت لكم وصفة تانية هذه الاسمين حيث اشف حليقة لكم ابدوا السلسلة هذه الاسمين نوك هذا الجزء التاني كيكا غزالة رائعة فنيون الماداق ديالة يحمق تعجب الضياب ديالك تعجب كنتينا تأكل الوليدات ديالك اي انسان عزيز عليك نصحي بالكيكا هذي الديدة ورائعة وصحية تعطي الجاد و تعطي القوة و تزيد في الوزن تزيد في الوزن قدمك لتمنى غزيك في الوزن الحبيبات يالي بنسبة للاطفال يوم جوجه الى الطريفات في النهار لا يجعل بركة اما بنسبة لك انت ناكل اربعة ديال الطرفة في النهار لا يجعل بركة غزيك في الوزن ان شاء الله وكوليها بعد الاكل وموما نزيد نشرح لكم خلال الفيديو خليكم مع الفيديو وكذلك بروتين الشعر بروتين واعر غزيال افنيون سواء كان الجيز ديالك دكرة او انت هاد البروتين واعر كان شعرك يتقصف كي يطيح عندك فراغات مك يتواشي الشعر ديالك باهت خفيف هذا البروتين ايانيك من جميع المشاكيل نصحي باختك عملي الزوج ديالك البنتك لأي شخص واعر الموما البنات بالنسبة للكيكا اللي اجبتها لكم اليوم تقدر تسعمل الاطفال ديالك الزوج ديالك الناس اللي عزازين عليك شي واحد يلاجأت غزياله في النوكل صدق مية في المية في نيون البنات وخذتكون يا عمرك ما طيبتي شي كيكا هادي بعدها اصدق لك واتفرحي واتقولي او ماي كاد كان عرف نعدل كيكا انا كان نظر مع البنات اللي باقي انسخارات ومك يعدلوش كيكات ما كان هدرش مع البنات اللي كي عارفوا يعدلوه موهي وخائموهي ما يعطيكم المقادر بالضوط اللي هتعمليها وغازدقلك اكزاكت مية في المية وكاذلك البروتينا البنات غزال ومزيون شوفي شعرك عيطوان يطوال ويقوى واول مرة تساقط نسي اول مرة تساقط نسي اول مرة تساقط نسي وهذا الانسان اللي كتقول لك هادرها هذي كتعرف شنو كتقول غي تتبعيها البنات غي تبعوه تبعوه بنات رجال كل شئ اللي بنات بارتاجيو مطابط الحالي اللي بغيتو كانش واحد عزيز عليكم ارأكد غتي بارتاجيو لي هذا الفيديو هذا حتش انا عملت الوصفة لالتسمين خاصة بالنس كاملين يعني رجال نسى اطفال وكذلك الوصفة هذي الشعر ديال البروتين خاصة كذلك للجامع وشوف البناس انا كنعملها الطفلة ديالي بغيتها تدخل ان شاء الله لمصابقة ديال اطوال شعر باش كتوالي الشعر دياله دغيام وغتي تعجبكم بزاف وغتي تعجبكم بزاف وغتي تعجبكم بزاف وكاذو مني ليكم حيتش كنحبكم ونموت عليكم لكم وانتي بقى مشتركتش في القناة شنو بقى كادسنا شارك في القناة بقى ماجيين سلسيلات غزالين وفيديوهات فنين وتحفيزيين واعرين روتينات فلوغات كل شئ اللي بنات اي حاجة بغيتوها تلقوها في القناة انا لدينا البرد وش دخل لكم برد ولا لانا حاهاها هاهاهاها 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 فرا في البرد وتكبص هنا اياه انا قلتها في بيت ديال الطياف عدنا الفوق برد برد بممش علاش سخان موم البنات انا خليكم على فيديو اول حاجة عمدوا بها هي السوجة لبنات السوجة عملوها تحمص في الفران او لف الميقلات يعني اللي كان موم عشرة ديالتقايق قان بروغرامي انا الفران ديالتقايق كيف ما دائم كان عملها لا توقي تكتش تخرج محمرة ونزلت الزنجلين مور منه ونزلت في اللاطة لتدخل الفران ونضغل في السهد الفران سوجة تحمرت و تفتح القسرة الفقانية و تدخل حلي مغون شوية و حمراء من داخل و حتر الحمري قد تحمرت بشكل مزيان و تضغي و تدخل حتى ضغي سوف انا اعمل بروتين و سوف اشاركه معكم و سفرنا حانا و خرجنا القناة و محن دباء عطلة و لم اقوموا بشي انا كان طحن في السوجة و من ان تضغط اي اما غربوها اي اما تضحنها مزيان لكيكا لا ترجح في حال الطحين او لا تشري طحين السوجة لكي يتباع طحين السوجة المهم البنات من بعد ما سنطحنها سنطحن الكيكا وعراء غزالة تعطي الجهد وصحة وقوة وكي تسمين ومعندك جهد كلي عطري في النهار لا يعمل الكوال ويعطيك شفية الجهد المهم بزاف الجهد المهم البنات هنا من الطحان فرشة في حال الطحين هنا سمسي محتوى يوجد وهنا المكونات كاملة بالضبط نأخذ البنات 4 البيضات كاس الحليبية اما يكون المعازم الأحسن لديه فيتامينات بزاف تقريبا في حال الحالب الام كي يوزن نفس البيتامينات الحليب الام كاس مع مرش كبير السكر كاس مع مرش كبير الزيت وخمارة وبيكن باودر وصاشية الفانيلا هذه المكونات البنات كاملة ومالك نحتاجه في الكيكة وكاس مع مرش زنجلين كيسان كبارين مع مرش وحتى لعمرتي وماشي مشكلة كاس كبير من كل حاجة كاس مرش كبير السكر في الأول مع البيض مع 4 البيضات نطربوهم مزيان من بعد عنده نضيفه بشويش ديال الحليب شوي 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 وحنا كنطربو وحنا كنطربو كيف معا تشوفوا معي البنات وحنا كننضيفو الحليب المعز كيساوي الفيتامينات اللي في حالي بالأم بالنسبة للبنات اللي كياكله وما كيسححوش نهائيا ساعملوها الطريقة الحليب المعز وراها مفيدة بزاف يقدروا يشربوه مثلا مع القهوة يشربوه هيدا بوحدو في الكاس السخون او لا ساعملوا الحليب اللي هو كامل دسم وهذا الكيكة البنات رائع وغزالة وفنة هنا من بعد ما طربنا الحليب مع البيض والسكر هنا عندي معامرشي وكيضيفو عليه القرفة ملعقة دي القرفة دار البنات القرفة مزيونة بزاف وحتى هي كتعطي صحة واني رجي غزالة لبنات باش حتى لا كانوا منسيرنا دينا في بشي باكتيري او للمعيدة كي القرفة مزيونة بزاف ومطهر دي الأمعاء بمتياز هنا البنات كنضيف كاز دي الصوية وضفت علي دي خنيشة احنا عندنا فيها كتساوي جوج دي الخنيشة الدالزا في المغرب المهم كنضيفه هنا معلله هذي دي الصوية باش ما تتكور لي شي وعنبقى نضيفه لطحين دي الصوية وانا كنخلط دونكرا الكيكا كيعرف لكل شي الممناعي كنحاول ما امكان بنسبة البنات اللي معمرهم ما عملوها عليش كنحاول شرح هذي البنات مهم كنخلطوه نخلطوه نفس هذي كمية دي الصوية مع هذي المكونات تجيكنيشا المقادر عطيتهم لكم مقتولين ممكن شو ما تصدقلك ممكن شو ما غا تصدقلك شو الكيكا كوني متأكدة عطيتهم يعني لما شيف حال الطحين كين الطحين لي كيشرب كين طحين لي ما كيشرب شو ما يصدق طحين دي الصوجة في حالي عدناه طريقة وحده كمية وحده هي هذي عيث بوها البنات غتعطيكم نتيجة غزالة هنه غنضهن العطاب بالزبدة من بعد انعمل عليها الطحين كاملة بها ندور على شوية جيد الطحين باش ما تلصقلي شي ومن بعد عن نسكوب هاد الخالط في هاد القدر هادة ديال الحديد او لاللاطة يقولوا لك ادخل الفرن من بعد البنات بالضبط بالضبط 35 دقيقة 35 دقيقة اللي عتخليها في الفرن وعمليها في الطبقة التحتية باش تطلع وتقدر تخلي الباب ديال الفرن شويش مفتوح انا ما خليتوش هنا مفتوح ما تقدر تخلي شوي مفتوح باش تطلع لك الكيكا وملي الطيب سدي عليها لا ملي الطيب سدي يعني سديها ما تبقاش صافي سكتي الفرن وخلي الباب مفتوح باش ما تهبطش الكيكا وتبقى طالع شويش حيش الصوجة ماشي بحال الطحين باش تجيكم غزالهم بزيونا في حالي كتجيني موما البنات هنا كيف ما كتشوفو ها هي عن قط عدبة قدام معيني ديالكم غير تطريف في حال هذا البنات في كل وجبة بعد ما تاكلي حيش هي لك اللي تيها قبل ما تخليك شفين تاكلي صافي تكوني شبعتي حيش فيها مقويات كثيرة لا حتى تاكلي عاد كوليها مثلا نفطر كل طريفت تغدى كل طريف تقريبا اربعة ديال طريفات في النهار كتعطك المجهود ديال النهار كامل وكتعطك الطاقة للنهار كامل وما تبقى كي تزاد غيف الوزن ديالك بسبب البنات الاسمانين نوصيكم كلها نقسم الماكلة وكلها مثلا طريف في النهار وطريف في الميني دا ما تزيد الكشي الوزن بزاف لكن غير طريف واحد ونقسم الماكلة باش ما تزيد الكشي الوزن ما هي صحية ومزيونة أعطيها الأطفال ديالكم غزالة لبنات إلا جاو وضيافة عندكم أعطيها اليوم غزالة وفكرة مزيونة ورائعة وأنا شخصيا كتعجبني واحتمل ما كنكونش باغا نزيد في الوزن ممكن نأخذها أيضا مع قهوة في العشية كتعجبني كثيرا فكان ضمان بأنني خضيت مكونات الجسم ديالي باش خليني نوقف كيف ما كتعرفوا أنا عندي الغدة الدراقية وكتبغي الإنسان يكل بحالة تشيل في الجهد ويعطيه طاقة باش قدار يكمل نهار دياله ويقدار يقابل وليداته ويقابل راسه ضروري من تشيل في الطاقة وفي القوة هذه كان صحبية جميع الناس غير هي رجال ليك لوجود طريفات أو الأطفال حي تشفيها الزنجلان وحنا كنعرفو كي كتر هرمون استروجينات ما ننسى أصلا ضيجة عندنا لها كي يزاد بسرعة من الأطفال ورجال ما غايوقع لهم حتى شي مشكل لك لوجود طريفات في النهار ما ينتينا خوذي لي راح تكولي شحل ما بغيتي باش تردقي وتعود الله يحفظ الله يحفظ يعني بغيت نعني زعبة باش تسمعني تبارك الله وتزيدي بسرعة سوف نكمل لكم فيها وذيك شي لاش قررت باش نعملها هي ونعمل حتى البروتين ديال الشعر باش عاونت منساش الوصفات آخرين وما تنسوش البنات را عملوا بارتاج باش تعمل فائدة الجميع وكل وحدة كتدير بارتاج كتعمل لايك كنبغي كنموت عليك من القلب ومن الأعمق واي إنسان كي بغيني تهينا كنبغيه وكنموت عليه وكنحمق عليه وبوسة كبيرة لكم لوما البنات بغيتكم تستعملوها وما تنسوشي لك باش نزيل تكمل لكم فهذا السلسلة البنات وباقي نحوي جوعرين وحصريين على القناة ديالي كنحاول ما أمكان تكون قناتي متميزة وما تكونش كوبي كولي كوبي كولي يا كوبي كولي على شي قناة واحدة أخرى هاد الكيكة البنات أول مرة عتشوفوها على أي قناة وكنتمنى تكتبوها لي لكنت أول مرة كتشوفوها وانا متأكدة أول مرة عتشوفوها غزالة ورائعة وبلما نزيل تشكر لكم فيها نتائج واضحة موما البنات بغى نمشيو البروتين البروتين البنات رواعر وخطير جدا 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 للشعر يطول بوحدة سرعة رهيبة لكن شعرك لا يطول مقصف هالكتب السباغة هالكتب السوشوار يتقصف عندك فارغات يتساقط لك الشعر بزاف هذا البروتين هذا يعطيك نتجة من الأول يوقف لك التساقط وعن تجربة أنا كنت قتل البنات في الليث كنت فكرت باش نعمله في الليبواطن بقنبيه وحيتش فعلا كيستحق صراحة الإنسان ما ياخد جائزة الأوسكار المهمة البنات هاد البروتين هاد وعر نزله على الشعر دينا بطريقة هادي ما نقيصوش الجدر حتش هنخليه بزاف ونعمله على الطاولة في حال كما كتشوفوا البنات هنا بنات هاد البروتين هاد ووعر مناش كيتكون كيتكون من القشور ديال البيض القشور ديال البيض في مفوائد وبروتينات بزاف وكيطول شعر بالزربة شوف ديك القادية ديال الناس اللي غيكي يشدو غير الهادرة مثلا عند الناس احقق كيطول شعر اي سنتي منص معي انا ما كيطولش اي سنتي منص عليش عن تجريبة المهم جفوه عملوه في الفران غسله مزيان عملوه في الفران باش ييبس ومن بعد طحنوه ونحتاجوا البودرة دياله وطحنوه مزيان البودرة دياله وباقي غنجيب لكم وصفات البودرة ديال البيض واعرين وفني كنتي بقى مشتاركتش كنتي بقى مشتاركتش كنتي بزاف 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 ديال الفائدة والاستفادة الى مشتاركتش وفاعله زر الجرس بس وصالك الجديد المهم البينات هنا كنا نأخذ ملعقات كبار ديال الطعام ديال مطحون ديال القشور ديال البيض مع نصف كاز ديال زيت رومية اه رومية عادية مع الميونز يكون بلا ملاحي ونخلطوا هذه المكونات مع بعض ونخلطوا هذه المكونات مع بعض ونخليوها ليلة كاملة باش ديال بيض ديال البيض كتدوب لنا الى ديال الساعة تلاحظوا معا يبغيش يدوب ولكن من بعد عتخلطوا ويعطي بروتين في حال لكين في القراعي في حال لكي يتباع غزال غير هو يعالج بعمق البنات ويطول الشعر بسرعة كان هذا الفيديو اليوم كانت منينا الاعجاب وكانت منينا ان شاء الله تجربوا هذه الوصفات انه فعلا واعره وغزاله ستجيب نتيجة معاكم زيانة ان شاء الله وبغيتكم تجربوها وان شاء الله انا عارفة اي واحدة على الدخول لها فيديو هذا إلا وهي محتاجة لبشتسمان او لا محتاجة لبشتسمان او شعر يقوى ويعمر الفرق فعلا البنات هذا البروتين سيطول شعر ويطولوا بسرعة ويطولوا الفرق ويطولوا بشعر ويطولوا بشعر ويطولوا بشعر او انا اونو اشتركوا 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 انا اشتركوا اشتركوا لايك وتخلوا لي التعليقات ديالكم وصافي يلا باي باي وتصبحوا على خير موح عليكم